تطور الدلالة في اللغة العربية وكانت خاصة بشيء ثم اتسعت لأشياء أكثر مثل كلمة سيارة سيارة كانت تعني القافلة قديما في أصلها هي ذالة على القافلة القافلة نحن نعرف ما هي القافلة القافلة ركبان وحيوانات وكذا ثم توسع المعنى وصارت تدل على وسيلة من وسائل النقل بالإضافة إلى معنى القافلة أيضا كلمة قطار كانت تدل على قطار الإبل التي تشد على نسق واحد أيضا مثلا كلمة تذوق تذوق أصلا هو الإدراك إدراك المطعومات باللسان ثم صرنا نستعمل هذا اللفظ في غير التحسس باللسان صرنا نستعمله بمعنى الاختيار اختيار مثلا الأثاث الملابس يقال ذوق رفيع مثلا أيضا تذوق الشعر يستعمل بمعاني كثيرة كذلك مثلا كلمة البأس كانت تطلق على الحرب ثم صارت تطلق على كل شدة غير الحرب الورد يطلقونه على كل أنواع الأزهار يعممون كلمة ورد على كل أنواع الأزهار وهي نوع منه من مظاهر تطور الدلالة أيضا تغير المعنى بالتضييق بعد أن كان المعنى أوسع ضاق يعني عكس السابق تخصيص الدلالة أن ينحصر المعنى الدلالي للكلمة في دائرة معينة بحيث لا يتعداها هو كان أشمل من كذا فبعد أن يكون مدلوله عاما شاملا يضيق المعنى ويخصص لشيء معين مثل صوتا تعني النداء بصوت مرتفع هي الآن تدل على المفهوم الانتخابي صوت يعطي صوته حتى ليس بالضرورة أن يكون صوته المحسوس وإنما يعني غالبا تكون بواسطة أجهزة ونحو ذلك تستعمل في المحافلة الدولية بمعنى التأييد والموافقة على القرار أو المشروع أصوت لكذا أصوت لكذا بمعنى أعطي موافقتي على هذا الأمر أو أعطي رفضي له إذا أنا صوت ضده بمعنى أنه أنا رفضته من ذلك أيضا من تغيير المعنى بالتضييق لفظ السفير وقد كانت تعني معنا شاملا اللي هو الرسول والمصلح بين القوم يسمونه سفير في هذا الزمن إذا قيل سفير ما يخطر في الأذهان إلا الذي تبعثه الدولة لدى رئيس دولة أخرى فهو مبعوث مخصص بين دولتين يسمى سفير من مظاهر تطور الدلالة مبحث يسمونه انحطاط الدلالة بمعنى أن يكون اللفظ في أصله دالا على معنى رفيع ثم مع الزمن يأخذ دلالة أقل في قيمتها المعنوية لما تطلق عليه مثل لفظ الحاجب كان في بلاد الأندلس يطلق في الدولة العرب في الأندلس كان يطلق على رئيس الوزراء منصب عالي ثم مع الزمن صار الحاجب هو الخادم الحاجب يطلق على الخادم وهنا لا يفوتني أن أقول بأن مثل هذا الاستعمال عندما قلنا انحطاط الدلال لا يعني بالضرورة أن نقول بأن الخادم هو أقل شأنا أو أبدا وإنما المعني أن اللفظ كان يستعمل لمركز عالي ثم تغير عن ذلك كذلك من مظاهر انحطاط الدلالة مثلا يقولون البهلول اللي كانت تعني السيد ثم مع الزمن صارت تعني المهرج تقريبا فهذا انحطاط للدلالة فعلا مثلا اليد الطويلة كانت تعني السخاء والكرم مع الزمن صارت تعني الحرامية السراق يعني فهذه من مظاهر انحطاط الدلالة من مظاهر التطور الدلالي في اللغة العربية أن ترتقي الدلالة بعد أن كانت تدل المفردة أو العبارة أو التركيب على شيء ربما أقل شأنا تأخذ دلالة أعلى تدل على شيء أرقى وأعلى مكانه مثل ما هو يحصل انحطاط أيضا يحصل العكس وفرقي الدلالة مثل مثلا كلمة مارشال هذه كانت في أول أمرها تطلق على الخادم ثم صارت رتبة عسكرية لفظ رسول هي تدل على من يرسل في أي أمر كان إذن الدلالة عادية يعني شخص يرسل يعني ليس فيها لن نقول وضاعة لكن كانت عادية يعني لكن لما جاء الإسلام اكتسبت معنا رفيعا فأصبحت تطلق على المبعوث برسالة من ربنا لتبليغها إلى الناس هو مخصوص بشرف كلمة الشجاع كانت تعني الثعبان ثم ارتقت دلالتها وصارت تدل على البطل على الشخص القوي على الشخص الذي لا يهاب الوصوف بالجرأة والقوة وصفات كثيرة يعني من هذا في هذا الإطار اشتركوا في القناة